الناس يقول نصحتم بالإصراع في الزواج لكن قد لا يكون الشخص مؤهلا لذلك شنو معنى مؤهل؟ كيف نعرف أن هذه البنت مؤهلة لكي تكون أمًا وزوجةً؟ كيف نعرف أن هذا الشاب مؤهل لكي يكون زوجًا وأبًا؟ في مرحلة معينة من مراحل حياة الإنسان مرحلة الطفولة ثم مرحلة الشباب انتقال الطفل إلى مرحلة الشباب يمر بفترة تسمى فترة البلوغ بداية نضجه في أن يكون زوجًا أو بداية نضج الفتاة أن تكون أمًا أو زوجةً هذا هو الوقت المناسب للزواج أما غير مؤهل ليش؟ يعني أكو عذر خارجي أما العذر الداخلي فلا وجود للعذر تقول أن المهر غالي أقول ابحث عن امرأة لا تبقى لك عن المهور الغالي الذي يكتفي بمهر السنة أقل من ألف دولار كان مهر فاطمة الزهراء قيمة الدرع الإمام عليه سلام الله عليه وكانت الأواني التي اشتروها من خزف حتى أن النبي حينما زارهما بعد الزواجهما قال أورك الأهل بيت جل أوانيهم من خزف ليش تريد تنافس الأثرياء في قضية زواجك أو البنية تدور المليونيرات وتتزوج على طريقتهم تتزوج مثل أي إنسان عادي المهم أن يكون الرجل رجلاً وأن تكون المرأة امرأة وأن نكون صالحين إذا كانوا صالحين هذا هو المؤهل أما أنهم مو مؤهل ما أدري المقصود مو مؤهل شنوه لكن المطلوب أن نسعى للتزوج المبكر